داعية سلفي مجد يعقوب لن يدخل الجنة رغم أعمال الخير والسماك يرد عليه انت قدمت أهل البشرية أهم إنجازاتك هي إطلاق لحيتك قالت داعية السلفي سامح عبد الحميد الجنة للمسلمين فقط ولن ينفع مجد يعقوب أعمال الخير للخروج من النار رد عليه الناشط الحقوقي محمد السماك عبر حسابه على فيسبوك الدكتور مجد يعقوب أنقذ حياة الألاف من البشر أدخل السرور على ملايين الأسر قدم الخير والمحبة والعطاء للجميع دون النظر لأي شيء سوى أنهم بشر حضرتك قدمت أهل البشرية يا أستاذ سامح علشان تحكم على الدكتور مجد يعقوب بكده لو كانت أهم إنجازاتك هي إطلاق لحيتك اللي من الواضح أنك لا تفقه في دينك سواها فأحب أفكرك بآية بتقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به كما أن مفاتيح الجنة والنار بإيد ربنا فقط إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فكلهم سواسية ولن يفوز إلا أصحاب الأعمال الصالحة والقبول النقدية التي لا أظنك منها أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء